اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة فيه ربيع وفيه خير وربيعين شبهنه يشبع منها او يشبع منها الحلال لا يكون المسافة مشي الحلال بعيدة واختر اوقات الصباح بدري اول مساء بعد الساعة خمس وطالع يعني بعد الساعة خمس الساعة ست خمس ونص يكون الشمس ضعيفة فيها فيننتبه لنقطة هذه الامر الثاني الربيع يفضل يفضل لأوقات هذا اعطاء الحلال فيتامين سي طبعا في نوع ممتاز في تيمين سي مع خافض حرارة ممتاز ويفضل إعطاء الحلال للثوم هذا وقته بس ننتبه الربيع المسألة الثوم ما يكثر منه ما يكثر منه لأنه يضر المضاريع ننتبه لهذه النقطة الله يسعدكم الأمر الثاني توفير الظل المناسب للحلال شوف الآن المضلات أنا أعرف أنها تكفي جميع الحلال شيك على هذا الأمر نقطة بعد المشارب المشارب لازم تكون في ظل ولازم يعني تعبيها في مكان أو في وقت يكون في بارد طبعا الآن نسقي الحلال منها ونرويه ثم نعبي هذا فل ثم نغطي بهالغطاء هذا شفتوا الغطاء هذا نغطيه بحيث أنه ما يتعرض لشعة الشمس إذا جاء العصر نشيل الغطاء عنه يصير الموية باردة جاهزة للحلال فنتختر الأوقات المناسبة لسقي الحلال يعني حاولك تعبيه من بدري عشان يبرد وتغطيه همشي تغطيه ما يتخليه يتعرض للشمس مثل هذا الغطاء وتحطه تحت مظلة أو منها القبيل فهذه أغلب الأمور اللي يجب على المربي اللي ينتباه لها الآن وفصل الصيف متعب متعب حار الله 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 ربي يوفقنا وياكم ويبارك لنا ولكم في الحال والمال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وسعد الله جميع وقاتكم كل خير سبق وجاني استفسار وأشوف أني الجابة عليه مهمة وبنجاوب عليها على العام يقول يا أبو سعد وش رايك أستخدم جزء بسيط من الجارة أو الجره في شرب مياه الحلال حط فيه ماء الشرب للحلال أولا لابد تعلم أن الجارة أو الجره مركب كيميائي خطير جدا إذا أردنا أن نستخدمها للحلال نستخدم من كمية بسيطة جدا ونخففها بالموية لأجل ما يضر الحيوان ونستخدمها خارجي كيف إذا شربته الحيوان وش توقع الضرر اللي بينتج إذا شربته للحيوان إذا صار استخدام خارجي في فترة تحريم يعني الآن رشيته لك خروف في فترة تحريم ما تقدر تذبحه هو رش خارجي ما بالك إذا خليته الحيوان يشربه مع الموية وما بالك بعد إذا صار الحيوان معدل الذبح يعني أنت جارس تبيع منه الذبح الناس تأكل وشلون تأكلها سم يعني أول شي لا بد الواحد يخاف الله في الحيوانات وهو في زعمه إنه يقتل الدود ما هو بصحيح في أدوية عامنة تستخدم لقتل الدود وما شابهها لكن مسأة إنك تحط يعني محلول كيميائي أو تركيبة كيميائية خطيرة حتى باليد المباشرة ما تقدر تباشرها وتلمسها كيف تتعطيها الحيوان في مياه الشرب والضرر يتضاعف ويعظم إذا صرته تبيع منها لحم يجي المستهلك الإنسان البسيط وياكل منه وهي شاربه جرة ننتبه لها النقطة ننتبه النقطة الواحد مفروض إنه يأكل حلال ويبيع الناس شي صاحي ما تبيعها حلال ما أكل أو شارب جرة الأمر الثاني الواحد يرفق بالحلال يعني الآن تشوف ضررها على القراد وضررها على القمر وضررها على الحيوانات الصغيرة وهي نسبة بسيطة ما بالك إذا شربت منها بكميات كبيرة وحطيتها بشبه دوري أو بشكل دوري في الموية واحد يخاف الله وإذا صار حلالك يعاني من الدود فيه أدوية دود آمنة ولها فترة تحريم قريبة أفضل وأحسن إنك تعطي الحلال أو الحيوان مشروب كيميائي خطير فننتبه لهالنقطة انتبه إنك تغش لك مسلم يجي يأخذ منك حلال وبيأكله وبيكرم به ضيوفه وهو شارب جرة الجرة لاستخدام الخارجي فقط وبتقنين منظم ومقنن ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر